من البداية من سفر التكوين أكتر حاجة أو أول حاجة إبليس حاول أنه يهدمها أو توقتاك كده يهجم عليها كان هو موضوع الهوية فيه ناس كتيرة بتفكر أنه قصة أنه آدم وحواء أكل ومن صمر الشجرة ده يبقى هو ده وما تعوش ربنا لكن ورا الكلام دوت إيه اللي إبليس عمله اللي ترجل اللي حرك حواء تجاهنا تقع في الخطيئة إنه قال لها لا هو فعلا ربنا قال لكم أنه ما تكلوش بكده بعث على فكرة أنت لو أكلت من ثمر الشجرة هتكوني مثل الله هتكوني كالله ستكونون كالله إيه الموضوع هنا أو إيه المعنى اللي عايزة يوصل له إنه كانهم الشيطان بيبع لها منتج ولها عايزة تكوني كالله عايزة تاخد الهوية دي تكوني زي الله هو إيه اللي عمله الشيطان هنا بيحاول يبع لها حاجة هي عندها بالفعل ده من الأساسا زي ما حضرتك تفضلت وابتديت ما هو يعني قال للمرأة أحقا قال الله بزر يعني أول جملة الله وقال الله ليك النور تكوين واحد ثلاثة تكوين ثلاثة واحد أحقا قال الله كلام الشيطان تشكيك في كلام الله وفي دايرة إيه بصفة خاصة إنه الهوية ده معنى إنه بيحاول يقنحها تكونان كالله تكونان كالله أساسا أنتو يا آدم وحواء أنتو مخلوقين على صورة الله ومثاله زي بالزبط أحكي لك حاجة كسة كده بسيطة وممكن تتحكي حضرتك عندك الشعر الناعم كده الجميل كده واجي أقول لك أخي نزار أجيب لك صورة ليك وأقول لك بص الشعر الجميل دوت ده شعرك وصورتك أنت بالزبط تحب أعمل لك زرع شعر ويبقى عندك الشعر الجميل دوت تقول لي ها وإيه لو تصدق الكسبة تصدق هي بيدها لأنه التالي خف الشعر بس شعرك حلوة يعني مش شعر المصر المفلفل ده لكن الشعر كأني عايز أبقى لك حاجة أنت عندك الشعر دوت بس أجي أقول لك وحديه لك بسعر خاص وحيطلع شعرك جميل وبص الصورة حخليك زي الصورة دي بالزبط ويبتدي أخ نزار يصدق جيرجس ويقوله آه ده الصورة دي جميلة طب ليه ما يكونش مع أنه أخ نزار دي صورتك ده أنت ده 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 أنت أنت على صورة الله ومثاله ليه بتحاول تعمل حاجة أنت بالفعل هي دي هويتك إيه اللي عمله الشيطان بقى أوصل للنتيجة أنه شككه في هويته حاول أنه يسلب منه الهوية دي حاول أنه يشوه الهوية دي ويوري له كده أنت ما عندكش الهوية دي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر